الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول حسن الله إليكم هل الخوارج يدفنون في مقابر المسلمين وماذا يكون كفرهم عند تكفير أي مسلم أو حاكم أو عالم من العلماء الحمد لله وبعد المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة ينقص الإيمان ولكن لا ينقض أصل وجوده في القلب فإذا ارتكب الإنسان شيئا من الكبائر فإن إيمانه ينقص بقدر مخالفته وكبيرته ولكن لا تنقض أصل إيمانه فتخرجه عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر هذا باتفاق أهل السنة والجماعة ولا جرم أن من المحرمات والموبقات والكبائر العظائم والجرائم التي حرمتها العدلة كتابا وسنة تكفير من لا يستحق إصدار هذا الحكم فإذا كفر الإنسان أخاه ظلما وعدوانا وبهتانا فإنه يكون بذلك قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وموبقات الآثام لكنها وإن كانت تنقص إيمانه على حسبها إلا أنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية فمن وقع في غيره تكفيرا بالظلم والجهل والعدوان فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج عن دائرة الإيمان بالكلية إلا إذا استحل هو هذا التكفير بلا علم فمن استحل تكفير المسلمين فإنه يكفر لأن تكفير المسلمين مما يعلم من الدين بالضرورة حرمته والمتقرر عند العلماء أن من استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته فهو كافر والخوارج قد وقعوا في تكفير المسلمين ولا جرم في ذلك ونحن نعرف من مذاهبهم تكفير الحكام وتكفير كثير من العلماء والصالحين وغيرهم من أفراد الأمة ولكن هذا التكفير لا يخرج الخوارج عن دائرة الإسلام لماذا؟ لأنه تكفير بالشبهة هذا أولا ولأنه تكفير بالتأويل هذا ثانيا ولأنه لا يعدو أن يكون كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وفعل الكبيرة لا يخرجها عن دائرة الإسلام فمن استحل من الخوارج تكفير المسلمين فهو كافر لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته وأما من لم يستحل تكفير المسلمين وإنما كفر من اجتهد هو في تكفيره ورآه كافرا على حسب اجتهاده هو فإنه يكون بذلك مرتكبا لحرام وكبيره ولكن لا تخرجه عن دائرة الإسلام وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الخوارج أكفارهم أم لا على قولين لأهل العلم والقول الصحيح والذي عليه أكثر العلماء أن الخوارج من أهل الكبائر ولكن ليسوا كفارا أنهم من أهل الكبائر أي من فساق الملة ولكنهم ليسوا بكفار فنحكم عليهم بأنهم من أهل الكبائر وبناء على حكمنا ذلك فإذا مات الواحد منهم فإننا نتعامل معه كما نتعامل مع سائر المسلمين فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين لأن كل من مات ومعه أصل الإيمان والإسلام فإننا نعامله معاملة المسلمين ولكن استحب كثير من أهل العلم في من مات على شيء من المخالفات العقدية أو السلوكية أن يتخلف عن الصلاة عليه أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الفضل والوجهاء في البلد حتى يكون تخلفهم عن الصلاة عليه زاجرا لغيره عن سلوك طريقه ومخالفته فإذا مات أحد الخوارج نتعامل معه كما نتعامل مع سائر المسلمين ولكن ينبغي أن يتخلف عن الصلاة عليه الوجهاء وأهل الدين وأهل الصلاح لعل ذلك يكون زاجرا كما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاء وترك الصلاة على الغال وترك الصلاة على قاتل نفسه وهكذا فهذا ترق من باب الزجر لا من باب تكفير لا من باب التكفير بل هو من باب الزجر والله أعلم